اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولمعرفة الطريقة يلا نبدأ بطريقة التحضير ولعمل خبز الصاج بحض في وعاء العجن 3 أكواب دقيق أبيض واثنين أكواب دقيق أصمر ونصف ملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة كبيرة ملح وبعدين بنخلط المكونات الجافة تماما وبعدين بنضيف اثنين أكواب ماء دافئ وبنعجل تمام حتى يلتم الدقيق بالكامل طبعا مرحلة العجن مهمة جدا بداية بنعجل العجينة تمام حتى تلتم مع إضافة باقي كمية الكوب الثاني من الماء بالتدرج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة ملتمة وما تتقطع ولما نحصل على عجينة ملتمة بنحط شوية ماء على العجينة وبعدين بنغطيها لمدة عشر دقائق وبعد مرور العشر دقائق بنعجلها مرة ثانية حتى تصير العجينة معانا طرية أكثر وبنغطي العجينة وبنخليها أيضا ترتاح مدة خمس دقائق وبعد ما مرت خمس دقائق بنعجلها للمرة الثالثة حتى تصير العجينة معانا طرية أكثر وملمسها ناعم وأثناء الفرد والتسوية ما تتقطع معانا مدة عجن العجينة بالكامل حوالي ربا ساعة حتى نحصل على عجينة ناجحة وبعدين بنغطيها تمام وبنخليها ترتاح مدة ساعة كاملة وبعد مرور ساعة كاملة بنذهن صحن بشوية زيت وبعدين بنقسم العجينة إلى 14 كرة متساوية ممكن نقسم العجينة إلى أقل من 14 كرة إذا تحبوا خبز الصاج حجمه أكبر من الموضح وبعد ما قسمنا العجينة إلى كرة بنغطيهم تمام بالسليبان مهم جدا حتى ما تنشف سطح الكرات ويصعب علينا فردهم وبعدين بنرش سطح الفرد بالدقيقة المخلوط بالنشاء بالتساوي مثلا بنحط 3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض و3 ملاعق كبيرة نشاء وبنخلطهم تمام وبعدين بنفرد كل الكرات إلى أقراص متساوية وبعد ما نخلص فرد الكرات بالكامل إلى أقراص متساوية بناخذ قرص من الأقراص المفروضة وبندهنه بالزيت وبعدين بنرش القرص بخليط الدقيق والنشاء وبنحط عليه قرص من الأقراص المفروضة وبعدين بنحطه جانبا وبنطبق باقي الأقراص بنفس الطريقة يعني بنسوي كل قرصين من الأقراص الأربعة عشر مع بعض ويكون معنا بكل قرصين مع بعض 2 خبص صاج بعد التساوية ترجمة نانسي قنقر وبعد ما خلصنا لسق كل قرصين مع بعض بنفرد بعض بنفرد أول قرصين لسقناهم ببعض وبنفردهم فرد خفيف بدون الضغط القوي أثناء الفرد وطريقة الفرد بنفرد من الوسط لأطراف الكرة المفروضة كما هو موضح حتى يصير معنا قرص كبير وخفيف وبعد ما خلصنا فرد القرص بنحط القرص على صاج ساخن جدا مهم جدا سخونة الصاج بذل مرحلة هتنحصل على خبص طريق مدة استواء كل قرص ما تتجاوز الدقيقة الواحدة طريقة التسوية بنحط القرص المفروض على الصاج وبنقلبه أكثر من مرة مع الطرق حتى تنتصل الطبقات ومثل ما تلاحظوا كيف انتصل القرصين عن بعض بكل سهولة وكذا صار خبز الصاج جاهز وبعد ما نخلص خبز كل قرص بنحطه بمنشفة خاصة حتى يظل معانا طريق وما ينشف وبعد ما نخلص خبز كل الأقرص بنحطهم في كيس نايلون حتى يكونوا معانا طريين أكثر وهنا بعد ما بردوا الأقرص مثل ما تلاحظوا كيف ينفصلوا بكل سهولة الخبز طري جدا وخفيف وبعد ما خلصت أسوي خبز الصاج عملت سندوت شات شبس حتى أوريكم كيف السندوت شات يصيروا مرة حلوين بخبز الصاج يلي نعمله بالبيت سويت سندوت شات الشبس طبعا الشبس عملتوا بالقلاية الهوائية معصوص الجبنة والذرة الحلوة وشرائح الجبن اشتركوا في القناة وبعدين حمرت السندوت شات على صاج مدهون بشوي الزيت جربوا الطريقة مرة سهلة وناجحة وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا في دليون ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة